يعتبر تثقيف مرضى الصرع وعائلاتهم من الإجراءات اللازمة والتي تضمن لهم السلامة عدى حدوث نوبات الصرع ذلك للحفاظ على سلامتهم خارج المستشفيات ولما فيه دور مهم وبالغ لتحقيق سلامة المرضى في منازلهم كما تعد أيضا إجراءات التعامل السليم مع مرضى الصرع ذات طابع مؤثر وجرعة إيجابية على حياتهم نتحدث في هذا الموضوع مشاهدين في دقائقنا القادمة مع ضيفنا من أستاذياتنا في جدة الباحث والناشط في المجال الصحي سلطان المطيري أهلا بك أستاذ سلطان خلني أبدأ معك فيما يتعلق بكيف يمكن تثقيف مرضى الصرع وعائلاتهم في التعامل مع هذا المرض في بداية أمس عليكم بالخير وأحييك وأحيي المشاهدات والمشاهدين طبعا تثقيف المرضى وعائلاتهم له دور كبير في حماية المرضى من الأضرار بعد خروجهم من منشآت الرعاية الصحية حيث أثبتت دراسات بأن بالإمكان منع 50% من الأضرار المتعلقة بالرعاية الصحية بعد خروج المرضى من المستشفيات وذلك من خلال تثقيف المرضى وعائلاتهم بكيفية التعامل مع الحالات الصحية وكيفية الاكتزام بالأدوية لأن هناك بعض المرضى الذين لا يحصلون على التثقيف سواء هم أو عائلاتهم لا يحصلون على التثقيف فربما يرتكبون أخطاء دوائية في منازلهم وهذا يودي إلى عودتهم أو عودة تنويمهم في المستشفيات طبعا مرضى الصرع هم أحد المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية وينبغي تثقيف المريض وعائلته قبل خروجه من المستشفى طبعا البعض يعتقد أنه لماذا نذكر المريض وهو حيانا قد يكون معرض للصرع ويكون فاقد الوعي مثلا لا المريض طبعا له دور كبير من خلال تثقيفه بأهمية التزام بالخطة العلاجية والأدوية الموصوفة له وطريقة استخدام الأدوية إضافة إلى ذلك الابتعاد عن محفزات الصرع التي تزيد من حالات نوبات الصرع مثل عدم النوم أو القلق أو الاستخدام مثلا الكحول أو الأشياء الأخرى التي تؤدي إلى حدوث نوبات الصرع فأيضا تثقيف عائلة المريض جدا مهم ألا وهو كيف يتعامل الذين متواجدين بالقرب أو في المنزل بالقرب من مريض الصرع مع المصاب بالصرع أحد أهم الخطوات هو عندما يكون المريض واقفا أو وتبدأ عليه أعراض نوبات الصرع يجب دعم هذا المريض وحمايته من السقوط لأن أحيانا السقوط قد يؤدي إلى إصابات خطيرة في الرأس فمسك المريض ودعمه ووضعه على الأرض بطريقة آمنة مع وضع مادة قماشية مثلا ناعمة تحت رأس المريض لحماية من الإصابات إضافة إلى ذلك يجب على المتواجدين حول المصاب الالتزام الهدوء وعدم التجمهر حول المريض أيضا يجب وضع المريض الذي يعاني من نوبات الصرع على أحد جانبي سواء الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر مثل هذه الحالات أو الوضعيات تمنع ارتداد اللسان للخلف كما أن المرضى الذين يوجد لديهم تركيبات أسنان يجب إخراج تركيبات الأسنان حتى لا يبتلعها المريض وأيضا إذا كان المريض يلبس نظارة أيضا يجب بعادة نظارة عن المريض حتى لا تؤذي عين المريض أيضا هناك عدم وضع إعطاء المريض أكل أو أي سوائل أثناء حالات نوبة الصرع طبعا هذا فيما يتعلق لما يكون المصاب بنوبة الصرع ولكن أحيانا قد يستدعي الاتصال بالإسعاف مثلا إذا كان نوبة الصرع الطبيعية من ثلاثة إلى أربع دقائق ولكن إذا نوبة الصرع تجاوزة خمس دقائق يجب اتصال بالإسعاف إضافة إلى ذلك عندما يتعرض المريض إلى إصابات نتيجة أدوات الحادة المحيطة فيه بجسم المريض وتعرض إلى إصابات حادة وإصابات فراءة خطيرة يجب أيضا الاتصال بالإسعاف هناك أيضا حالة أخرى يجب الاتصال فيها الإسعاف عندما لا يعود التنفس إلى الوضع الطبيعي فهذه من أهم الإجراءات التي يجب اتباعها عند تعرض المريض بالصرع إلى نوبات تشنج أيضا هناك في حالة تخلق فيما يتعلق السيد السلطان وهي النقطة المهمة المرضى بالصرع هل هناك خطوات يجب أن يتبعها مريض الصرع لسلامة بشكل عام؟ طبعا أولا قيادة السيارة هناك الصرع المسيطر عليه والصرع الغير مسيطر عليه طبعا هذا الطبيب المعالج هو الذي يحدد ويخبر المريض نوع الصرع الذي مع المريض بناء على بعض المعطيات فالمريض المصاب بالصرع يجب أن يستشير الطبيب المعالج عن إمكانية قيادة السيارة لأن هناك حالات يجب أن لا تقود السيارة بسبب حالتها الصحية وفي بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية هناك اشتراطات لمنح رقصة القيادة من خلال تقييم أو معرفة مستوى وحالة المريض الصحية فيما يتعلق بالصرع فيجب على المريض عندما يقود السيارة المريض المصاب بالصرع أن يعرف هل هو قادر أو لا وماذا يجب أن يفعل عندما يشعر بإنذارات تعرضه لنوبة الصرع إضافة إلى ذلك للموارسة الرياضة مثل السباحة أيضا يجب على مرض الصرع معرفة أو استشارة الطبيب إذا كان بإمكانهم ممارسة رياضة السباحة أو لا لأنه في حال تعرض المريض وهو في المسبح وفي أثناء ممارسة السباحة إلى نوبة الصرع قد يؤدي إلى الغرق لا سمح الله